اشتركوا في القناة مكاسه على الداخل الإيراني التجدد المظاهرات تدل على أن المظاهرات التي جرت وتجري في إيران ليست عابرة بل تعطي مؤشرات واقعية عن رغبة الشعب الإيراني في التغيير هذا التطور من وجهة نظري كمراقب يتصاعد بحسب توسع رقعة الجغرافية لتلك المظاهرات في المقابل من وجهة نظري أن واضح هناك إصرار جزء كبير من الشعب الإيراني المضيف قدما نحو التغيير في المقابل هناك إصرار الدول الكبرى الخارجية من كانت الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء الأوروبيين على تحجيم الدور الإيراني في المنطقة هذا المطار إن كان الداخلي أو الخارجي يعطي أيضا دلالات وحقائق أن النظام آي للسقوط وهو يهرب إلى الأمام في مواجهة أزماته الداخلية والخارجية نعم إذن رغم التاهب الأمني العالي من قبل السلطات الإيرانية إلا أن الإيرانيين وكما شاهدناه فيما تم بثه تمكنوا من كسر حاجز هذا التاهب بطرق عديدة كيف تفسر هذا السلوك التصعيدي من قبل الشارع في إيران؟ أعتقد أن الصدمة والترويع التي تلقها النظام من الشارع الإيراني في نهاية العام الماضي حين خرجت نقول عشرات المدن الإيرانية لم يستفق من وجهة نظري حتى اللحظة النظام فانكفأ حتى إلى الداخل على الصعيد نقول الدبلوماسية الإيرانية على صعيد الملفات الإقليمية وثم هناك حتى التحذير من وزير الداخلية عبد الرضا رحماني حين قال أن أي شرارة واحدة تكفي لإنضلاع الاحتجاجات من جديد هذا من وجهة نظري يعزز أن الوضع في إيران ليس كما 2009 بعد الانتخابات الرئاسية وليس على صعيد أن تكون ثورات شعبية عابرة لذلك هناك قلق رسمي في النظام الدكتاتوري في إيران حول كيفية التعامل وطي ملف الاقتصاد وأيضا الخسارة السياسية حين تورطت إيران إقليميا ودوليا في ملفات بالنسبة للشارع الإيراني أكلفته ماليا الكثير إذن من الأردن المحلل السياسي عادل محمود شكرا جزيلا لك